يستيقظ أبو فارس باكراً للاعتناء وسقي زهوره ونباتاته التي نمت فوق الدمار وبدلت بالعطر رائحة الموت التي تنتشر في كثير من أزقة المدينة القديمة في الموصل هذا المشروع بدأه أبو فارس قبل عامين اثنين لم يكن الهدف منه تزيين داخل منزله بل الزقاق الذي ينتمي إليه لإعادة الحياة له وزيادة الطمأنينة فيه فردت أن أغير المنطقة أن أغير الأزقة مالتها بهذه الشغلات فما يعني أكو دعم حتى لأنها شغلة مكلفة هذه شغلة مكلفة يعني كلها بيدي أشتغلها ومن جيبي الخاص من أنقاض دمار الأبنية في الموصل استطاع أبو فارس استخراج جيرار الفخارية والحجارة ليحول هذا الزقاق إلى مكان ترفيهي للحي بأكمله فضلا عن مساهمة مشروعه بخفض درجات الحرارة فهذه قامت تطلع بي إلى أنقاض فقمت أجيبها هنا ألحمها المكسورة ألحمها ورتبها وعلقها عندي بداخل هذا المنتزه فبالنسبة للكحوف ما للزرع هذه أجيبها يعني كلها أسطولة ما الصبغ ما عندي إمكانية أن أشتري كحوف الكحوف غالية ويحلم أبو فارس بتحويل أزقة المدينة القديمة في الموصل إلى أزقة خضراء كما كانت تسر الناظرين من أهلها والقادمين إليها لو لا أحد يدعمني البلدية أو المحافظة يدعموني بشتلات أو بأسجار هذه المنطقة القديمة أسويها كورنيش أسموها القديمة كورنيش أحلام قد تبدو بسيطة بالنسبة للمسؤولين في الموصل لكنها بالنسبة لأهالي هذه الأحياء مهمة جدا حيث باتوا يفتقدون للحدائق وأماكن الترفية في ظل فشل عمليات الإعمار ويحاولون إن شاء عالم موازن ولو بمساحات قليلة ينسون فيها الآلام والمخاطر التي واجهتهم